السلام عليكم مشاهدين نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله هنشارك معاكم هاد الكيكة البسيطة الكيك اليومي دي النعيمة بالجادية ان شاء الله هنوريكم كيفاش تجي هاد الزخرة فهدي بده و بسم الله على بركاته الله عندي المقادير اللي هي مضبوطة واي بنوتة ممكن تستعمل هاد المقادير وتنجح معها ان شاء الله عندي فيت شوية ديال نص كاس تاع الزيت وعندي كاس داع السكار ساني دا يعني ناقص من نو سبع الى حطيتي السبع غيجي ناقص وعندي دانون تاع الحامض او سيترون وعندي هنا حامضة مبشورة قشور الحامض مبشور وعندي الخمارات كيف كتشوفو معايا ثلاثة كل وحدة فيها ثمانية قران راهم كاملين غير انا فتحتهم باش نسهل عليا عندي هنا جوج معالقة الشوكولة او الشوكولات المر ممكن تستعملوا اي شوكولاتة غبرة عندكم عندي قبسات الملح ودقيق بطبيعة الحال لحسب الخليط انا هنا عندي ثلاثة ديال البيض الى كان البيض صغير شوية ديرو ربعة غادي نخلط ان شاء الله الملح والبيض نزيد عليهم قشور الحامض او قشور الليمون وعندي هنا يا كاس مع مرش مزيان تاع السكر ثاني دا غادي نخلط ان شاء الله هاد المسائل كاملة نخلطهم حتي يطلقوا شوية مع بعضهم ممكن تخدموا بالطراب كهربائي انا كنخدم دائما غير بيدي هنا غادي نبقى نزيد المسائل اللي ما زالين عندي نزيد شوية تاع الزيت يعني اه فيت نسكاس تاع الزيت وغادي نزيد اه نضيف هاد الحامض هاد عفوا نضانون تاع الحامض اللي عندي انا استعملت الماضاق دي الحامض في هاد الكيك جا غزالة للبنات انتو ما ممكن تستعملو بطبيعة الحال اي انكها بغيتو ممكن تديرو الفاني بديرو اي انكها بغيتو نخلط مزيان حتى كي يعود الخليط عندي اه ميل لون ابيض وكان بقى نزيد الطحين كيف العادة اه لحسب بالخليط كيف كان نقول دائما لانا الطقيق كي اختالف من نوع لنوع نبقى نخلط حتى الاخر وغا تشوفوا معي ان شاء الله القوام اللي غادي نحصله لي وقبل ما نكمل القوام اللي غا نحتاج اه عادة كان نحتاج واحد القوام اللي هو تقيل شوية مخفيف ش بزاف ومماشي عجينة تقيلة قبل ما نحصل على دك القوام غادي نقسم العجين ديالي قبل ما نبقى معي او غا تشوفوا باش ان شاء الله خليط غادي نزيد فيه شوية ديال الطحين وخليط غا نزيد فيه دوك جوج معالق لعندي ديال الشوكولات المر نبقى ننزيد مرة مرة حتى ننخل الطحين عاد نخلط ضروري ضروري اننا ننخلو الخليط نخلو الطحين عاد نخلطوه هنا غادي ندير اه فوق هد الخالط اللي عندي غا ندير الخمارات مع شوية ديال الطحين كذلك وغادي نخلطوه زيان عاد نقسم الخليط وغادي نزيد فيه ان شاء الله ما تبقى من الطحين اه غا نزيدوه في النص اللي غا يبقى لي ابيض والنص اللي غادي يكون ليه اسود غادي نزيد فيه شوية ديال الشوكولات المر ما غادي نزيد طحين متمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الكيك وتجربوها اه واخا غا تقولوا لي كل شي كيعرف الكيك كين بزاف ديال النساء اللي ما كتصدقش لهم الكيك وما كيعرفوش يديروا الكيك نظروه في الصراحة ونكونوا واقيعيين كين بزاف ديال النساء وديال البنوتات اللي هاد كي يجربوا الحويجات في الكوزينة ما كتصدقش معهم الكيك ما الاحسن نعطيهم النصائح لانني انا عندي تجربة كبيرة هنا غادي نقسم هاد الخالط اللي عندي من بعد مدرة الخميرة ماشي بلا خميرة سيكون فيه الخميرة عاد نقسمه على هاد الشكل هادا نخلي النص يعني ندير تقريبا نص في هاد التاسا بالنسبة للنصائح اللي غا نتبعوا معايا هم اللي غادي ينفعوا كومة البنات في الكيك انها تنجح ليكم سواء النصائح على الفران او النصائح على الخليط او على بزاف ديال الحاجات هنا غادي نوريكم الزخرة فالكا تجيغزالة تبارك الله نتمنى تجربوها وتغيروا شوية يعني ما نبقوش غير الكيك المعتمد عندنا كل مره نديروا ضوقة باش نكونوا مغيرين شوية طبيلة ديالنا وحتى الوليدات يفرحوا ويأكلوا شي حاجة اللي مغايرة شكلا وما داقا اليوم ان شاء الله نديرها بالحامض غيجربوها اللي بناتركت جيزوينا هنا كيف كتشوفوا غدي نزيد هنا هاد جوج المعالق اللي عندي ديال الشوكولات او الشوكولات المر سنخدمهم زيان وبطبيعة الحال الطحين البيض كنزيدو فيه الخالط البيض كنزيدو فيه الطحين اللي يعني القياس اللي غادي يحتاج كذلك داروري نخدموا الابيض والول باش ما نوسخوش طراب ديالنا وبعد نمشيو اللون اكحل او الاسود نتمنى تفهموني كاملين البنات را تبك الله نتبعيني من جميع البلدان الناس مرحبا بيوم عندي هنا انا ما عنديش المول بحالة المغرب اللي كان ناخده او مهم احتى هنا كينين غير انا ما عنديش عندي غير ذاك المول المسطح العادي غادي ندير هنا واحد المقلالي حييت لها اليد دياله باش ما تسخنش في الفران وما تضيعش ليها احتى من بعد وغرج حاليها دهنتها بالزبدة وحطيت عليها الكاغطة الفران او ورق زبدة ممكن ما غادش تلصق بلا ما تديروه ماشي مشكله انا غير درتو وحطيت اديك الطويصة في الوسط باش انا غنحصل على هاد الزخرافة لانه اه اه الى كان المول عادي ما غادش يعطيني هاد الزخرافة هادي هناك كيف كتشوفو غنبقى ندير يعني على شكل نقطة هي كبيرة ولكن نقطة كبيرة غنديرها بيضة والاخرى حدها سوداء والاخرى بيضاء وغنبقى غادة ونختلف هاد الالوان حتى نستمر بيوم حتى نكملهم وغادي نرجع نوريكم الزواقه من بعد هاد اللقطة هادي على هاد الشكل هاده كيف كتشوفو البنات نخالف شوية الالوان انتو ما ممكن تديروه ربعض المرات او خمسة ولا اللي جاتكم من بعد ما كان خوي نمر اللولا البنات غادي نوري لكم ده بيه يعني با الكاميرا هكا واضحة كنعود نخالف الالوان مثلا الابيض غنخوي فوقو ديال الشوكولات وديال الشوكولات غنخوي فوقو ديال الابيض هي الطريقة كتبان عشوائية وساهلة لكن زواقه كتجي غزالة في الاخير وكتجي يعني يقدر العقل يحير فيها يقول كيفاش حتى تصيبت هاد الكيك هادي با الطريقة هادي انتمنى تلاحظو معيال خاليط كيفاش كيكون ما تقيلش بزاف وما جاريش بزاف إلا كان تقيل بزاف البنات كتجينا العجينة ديال الكيك تقيلة وكذلك الكيك كيجي قاسح وتقيل وإلا كانت العجينة جارية أو خفيفة كيجينا الكيك كيطلع مزيان متافقة معاكم وكيجي يعني هو هدك عطي للعين لكن غيكي تطفي عليه الفران وكيرجع يهبط وكيجي مصمت انتمنى إن شاء الله كلكم را مجربين وديزع لكم هاد القادية هاتفهموني علاش كنهضر فاللي كتجي هالكيك دائما كتطلع وكترجع تفش أو كترجع تهبط لها راكي احتي ما كتكتريش الطحين خس كتزيدي شوية على ذاك القياس لمولفات ديري تاعة الطحين واللي كتجي هالكيزة انقولكم بهذا المفهوم هذا جي ملكزة وطقيلة وما كتجيش قعم مفش فشا هادك راكت كتكتري فيها الطحين يعني خس طحين يكون لا القياس هذا علاش انا ما كنعطيش واحد القياس محدد لانا الطحين ما كيكونش بحال بحال كين الطحين اللي كيشرب وكين الطحين اللي ما كيشربوش كيف كتشوفو بقيت كنخالف الالوان هكا بنقيطات ديال الالوان اللي عندي قادي نمسح هاد نقيطات اللي طاحوف زلافة مش مشكل هاد زلافة راها قابلة بجدخل للفورن يعني انتم ما تدروا شي حاجة اللي اللي تقدر تحمل الحرارة ديال الفورن بالنسبة للناس اللي بحالي بغو يديروا هاد طريقة اما لي عندهم المول متقوب من الوسط عادي فكان اسهل كيف كتشوفو نحيد هاد نقيطات هادو حتى خويت الخاليط اللي عندي كامل بالنسبة للفورن البنات درتو على مية وتمانين داراجة وفالاخر نقصوا المية وخمسين وخليت الكيكا ديالي كالطيب غير من التحت فقط هي راها اصلا كات حمار من الفوق بلا ما تشعلي على يعني نار ديال مية وخمسين بالنسبة للناس اللي عندهم النار ديال القاز ينقصوها الاخير ما كان في في النار ودائما ما تبقاش تحلو تسد الفران وما تخبطوه حتى يدخل داك البرد قوي على الكيكا هذا هو الكيف يفسد لكم الكيكا ضروري نسده وغيب شوية الباب ديال الفران ونخليها الطيب على خاطرها سوف نكون متأكدة من الفران راح شاحل صافي وننساه يعني حتى تشميري حتى الكيكا تدور في الدار هنا هادي هي الطريقة باش يعني غان نشرح لباش اي وحدة واي مرأة ممكن تفهموا تدير الكيكا واصدق لها هنا كيف كتشوفو كان مرر ذاك السكين من الجوانب بكل سهولة وكننا نحصل على الكيكا ديالين ان شاء الله غادي نزينو معاكم انا هنا اختاريت غادي نزينو ان شاء الله غيب الكوكا ممكن تديرو البرميسيل او تديرو اي حاجة بغيتو مكسرات يعني مهرشماء او اي حاجة بغيتو يعني بغيتو تديرو غي الكوكو مهرمش او لوز مهرمش او اللي كان او تقدرو تقطعوها غير هكا عادي ماشي مشكل لكل نولد الشاب انا متوفر عندي الكوكو يعني وخايا كين اللوز وهذا انا بغيت ندير الكوكو عجبني بغيت ندهن اغيب شوية تاع الحسل هكذا ممكن تديرو الكون في تير انا كي عجبني العسل سافيو غادي ندير عليها واحد الكيميات تاع الكوكو بهذا الشكل هذا كجي غزالة البنات والله انتمنى تجربوها كجي رطبة وخفيفة وفي نفس الوقت واقفة ما شي يعني ذاك ذاك الكيك اللي كتكون خاوية وكترجعة تصمت كيف قلت لكم غادي نقطع معاكم ان شاء الله كيف كتشوفوا البنات كتجي من الداخل على هذا الشكل غادي من بعد نهز واحد طريف وغادي نوريكم طريفات كيفاش دايرين كيف كتشوفوا نحاول نوريكم على قرب باش تعارفوا المقادير يعني مضبوطة المقادير اللي هي مضبوطة ممكن تصدق مع اي مرأة او اي بنت او اي ولد علاش الله حتى الوليدات المتغربين وما معاهمش الزوجات ديالهم او الامهات ممكن يدير الكيك ويفرح بها حلاش الله وخصوصا في هذا الحجر الصحي هنا كيف كتشوفوا كتجي زواقة زوينة كتجي رطبة وكتجي عاطية العين وكذلك طيبة بالنسبة للطياب ممكن تجربوه غير بواحد العود كتشي العود في وسط الكيك إلا جبتيه نقي راها طيبة وإلا جبتيه باقي العجينة فيه راها مطيباش ما تنسونيش من لايك وشكرا بزاف بزاف حبابي وإلى اللقاء